اشتركوا في القناة والداعم للقضية الفلسطينية وتم خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وقرر المجلس الموافق عليه في مجموعة وإحالته إلى مجلس الشورى كما وافق النواب على مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى الحكومة لرفعه إلى جلالة الملك المعظم وفي بند ما يستجد من طلب السادة النواب إصدار بيان إشادة بجهود جلالة الملك المعظم في تحقيق السلام في المنطقة وقرر المجلس الموافق عليه وتخويل مكتب المجلس بإعداد البيان وإصداره كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن البت في ترقية الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وقرر المجلس الموافق عليه وإحالته إلى الحكومة تم اليوم مناقشة مشروع بقانون بتعديل لائحة داخلية مجلس الشورى بناء على الاقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بخصوص الحسابات الختامية لمجلس الشورى بتمديد فترة الحساب الختامي من مدة شهر وفق النص الحالي إلى مدة ثلاثة أشهر حسب المتطلبات الإقفال مثل هذه الحسابات أن تكون مدققة طبقا إلى اشتراطات الموجودة من ديوان الرقابة المالية والإدارية ولله الحمد اليوم تم التصويت بغالبية الأصوات على تعديل مدة رقم 18 لقانون الضمان الاجتماعي 2006 طبعا ندرك جميعا أن هذا القانون من قوانين مهمة جدا كونها تهتم بشرائح الضعيفة وشرائح المعوزة من المجتمع البحريني فهذا القانون يعطي الصلاحية التقديرية إلى جهة تنفيذية بحيث أنه بإمكانها تضيف المزيد من الفئات للفئات التسعة الأساسية الموجودة في هذا القانون هذا القانون أنا أشوف أنه إليه أولوية وأهمية عند عدد كبير من النواب والدليل على هذا الأمر أننا في لجنة الخدمات دائما توصلنا التعديلات غالبا على هذا القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر